اشهد تحالف دولي للمنظمات الحقوقية الدولية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة بقيادة الاتحاد العربي لحقوق الإنسان اشهد بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا كقائد عالمي يسعى لتحقيق السلام والتسامح العالمية كما اشهد التحالف بتجربة جلالته الدولية الرائدة المعنية بمناهضة التمييز والعنصرية وتعزيز السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك بالعالم وذلك خلال مشاركة التحالف في الدورة خلال الجلسة الأربعين من الدورة الخامسة والأربعين لأعمال مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف وخلال جلسة النقاش العام الخاصة بالبند التاسع قدم رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي بيان التحالف أمام مجلس حقوق الإنسان داعيا دول العالم للاسترشاد بتجربة البحرين الرائدة والهادفة لتحقيق الغايات التي يسعى مجلس حقوق الإنسان لتحقيقها وبجهود مملكة البحرين الدولية المعنية بنشر وتعزيز السلام والتسامح بالعالم وأشهد العربي بتجربة مملكة البحرين التي يمكن اعتبارها نموذجا حضاريا للسلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك بالعالم كما أكد التحالف على تقديره الكبير للإسامات الدولية الحضارية التي تقوم بها مملكة البحرين تنفيذا لرؤية الإنسانية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومشروع جلالته الحضاري والإنساني العالمي